موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أخوتي أخواتي أيها المشاهدون السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته طبعا وصلنا في أواخر الحلقة الماضية الحلقة الماضية وصلنا إلى المنزل الثاني من منازل الآخرة وهو عالم البرزخ طبعا عالم البرزخ من أشد العوالم على الإنسان حقيقة ومن أصعب العوالم على الإنسان ليش؟ لأنها لحظة فراق الإنسان وانقطاعه عن أهله بشكل كامل ولا يزور أهله إلا لفترة معينة عالم البرزخ كما ذكرنا مولانا البرزخ عن الفاصل وهو عالم يأتي بعد عالم الدنيا والآية الكريمة تبين ذلك في سورة المؤمنون يقول ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون من وراء عالم الدنيا برزخ إلى يوم يبعثون يعني الفاصل بين الدنيا وبين القيامة هو عالم البرزخ عالم البرزخ أين صار مولانا؟ عالم البرزخ أجل رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام قال لي ابن رسول الله أين عالم البرزخ؟ إش قال للإمام؟ قل أخوف ما أخاف عليكم من عالم البرزخ قل أين البرزخ؟ قل الألبرزخ هو القبر هذا القبر شايف هاي الملحوطة الصغيرة الذي يوضع الإنسان فيها هذا المكان الضيق الموحش المؤلم هذا مولاي يسمى عالم البرزخ عالم البرزخ وقت انقطاع الإنسان وانقطاع العبد عن أهله وعن الدنيا ولا يزور أهله إلا في أوقات معينة إذا كان من المؤمنين إذا كان مؤمن خير بس ليالة جمعة يزور أهله إذا كان عنده ذنوبه معاصي يزور أهله مولانا لا الشهر مرة والبعض بالسنة مرة والبعض يحبس في عالم البرزخ لا يعطى هذا المجال لكي يزور أهله ما يقدر يزور أهله ليش يحبس لذنوبه ومعاصيه فكلما كان الإنسان مؤمنا طيبا طاهرا يزور أهله في ليلة الجمعة يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذكروا أمواتكم في ليلة الجمعة فإنها تحضر على جدران بيوتكم وتنتظر من أهلها الثواب والأجر ليلة الجمعة بس قلت لك على قدر الأجر والثواب يعني البعض عنده مولانا عنده ذنوبه معاصي يحبس في عالم البرزخة لا يمهل يعني أنت ليش تروح بعيد هذا عندنا واحد اسمه الداراني الشيخ الداراني هذا الشيخ الداراني توعد هو مع طالب الله عنده طالب من طلابه قل لي انت ان متت انا قبلك اذا انا متت قبلك تأتي في منامي فتخبروني ماذا جرى عليك واذا انت ايها الطالب متت قبلي تأتي في منامي وتخبروني لو انا اجي في منامك لو انت تجي في منامي في الاسبوع الاول من الممات وشحكي قلب خلص وعد بين الطالب وبين الاستاذ مرت ايام وليالي واذا مات الاستاذ الشيخ الداراني ينسب الى منطقة دارية دارية في سوريا واضح مولانا مات مؤمن لما مات الطالب انتظر يوم يومين اسبوع شهر شهرين ما اجه واذا اثناء الشهر مولانا من بعد سنة كاملة الشيخ جاء في منام الطالب قال لي شيخنا قال لي بلى قال لي الوعد انك تلتقي معي وتأتي في منامي في الاسبوع الاول قال لي صحيح لكني حبست في عالم البرزخ بالقبر حبسوني قال ليش قال لي هاي اسمحها هاي مهمة قال لي في يوم من الايام خرجت من مقبرة باب الصغير مقبرة باب الصغير موجودة في سوريا اسمنا مقبرة باب الصغير او مقبرة الهواشم او مقبرة بني هاشم مولانا زين اللي بيها مولانا او الفاطميات بيها قبر السيدة فاطمة بنت الحسين عبدالله مولانا ابن الامام الصادق عليه السلام زوجات النبي ام سلمة ام حبيبة ام كرثوم اخت الحسين سكينة بنت الحسين عليه السلام او سكينة بنت الحسين زين بي مقام الرؤوس بي قبر بلال الحبشي بقبر جعفر الطيار عبدالله بن جعفر الطيار وبي مولانا قبور كثيرة يعني فضة خادمة الزهراء في هذه المقبرة يقول أنا طلعت من المقبرة ضروسي أسناني بهن ألم كان بهن ألم يقول فشفت لي خارج المقبرة حملة بعير من الشيح الشيح نوع من العود عود هذا العود ناعم يخلل بي أسنانه ينظف بي ضروسه يقول فنظرت إلى صاحبه خلي سمعني مولانا سمعوني يقول نظرت يمين والشمال أدور على صاحب الشيح صاحب الخشب وين يقول ما لقيته دورت يمين الشمال ماكو يقول عجزت قلت هو عود الله ما يحاسبني عليه وكي الصاحبه راح يمهلني فخذيت له عود خشب عود هيك هالكبرة صغير مولانا عود خشب أخلي البي أسناني يقول أخذت عودا واحد من غير إذن صاحبه الله حبسني في عالم البرزخ لسنة كاملة لأني أخذت عودا من غير إذن صاحبه عود واحد شاء يا ماخشب كله ومولانا ويا مابيوت باقة ومولاي ويا أموال يتامة ويا ماء أموال أرامل ويا ماء يا ماء هذا الفساد وهذا الفسق والفجور هذا اش قد يطول مولانا اش قد يحبس في عالم البرزخ هذا ما يخاف من الله هذا عود واحد وحبسوه في عالم البرزخ سنة شاء ذاك اللي يعمل الحرم طبعا أنا ضيفة كم علم مولانا بشرطها وشروطها هذا كان عالم الشيخ الداراني كان عالم دين يعرف الحلال والحرام طبعا حسابه أشد وحسابه أدق وأطول وضع مولانا الإنسان يحاسب على قدر علمه ودرايته وفهمه ودركه يحاسب الإنسان الجاهل لا يحاسب كالإنسان العالم أهل الدين والعلم لا حسابهم أشد عند الله سبحانه وتعالى لأن هذا يعرف ما يعمل الشيخ الداراني كان يعلم ويعرف ماذا يعمل وما هو الحساب والكتاب وعلى الحرم ولانا ولهذا الله سبحانه وتعالى يشد عليه الحساب أكثر إذن الأموات في ليالي الجمعة يزورون أهلهم ولهذا نحن عندنا من الأعمال في ليلة الجمعة ليلة الجمعة لها آداب لها أعمال من أعمال ليلة الجمعة هو ذكر الأموات في ليلة الجمعة يستحب ذكر الأموات في ليلة الجمعة ليش لأن الأموات تحضر على جدران بيوت أهلها وتنتظر من أهلها الثواب خلق رالك أنا كم رواية يقول النبي صلى الله عليه ورسلم كلش رواية أعجبتني حقيقة ومؤلمة جدا جدا مؤلمة بس انتبه لبارك الله فيك في جامع الأخبار عن بعض الصحابة يدقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أهدوا لأمواتكم فقلنا يا رسول الله وما هدية الأموات الميت يحتاج هدية شنو هدية الأموات فقال النبي الصدقة والدعاء اسمعني يا إخواني الصدقة والدعاء تدفع صدقة عن الميت دعاء عن الميت وقال أن أرواح أن أرواح المؤمنين تأتي كل جمعة إلى السماء الدنيا كل جمعة تأتي إلى سماء الدنيا بحذاء دورهم وبيوتهم ينادي كل واحد منهم بصوت حزين باكين شيء صحيحون مولانا يا أهلي يا أهلي ويا ولدي ويا أبي ويا أمي وأقربائي اعطفوا علينا يرحمكم الله بالذي كان في أيدينا شيء اللي كان في أيدينا اعطفوا علينا به والويل والحساب علينا والمنفعة لغيرنا وينادي كل واحد منهم إلى أقربائه اعطفوا علينا بدرهم برغيف أو بكسوة يكسكم الله من لباس الجنة ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبكينا فلم يستطع النبي أن يتكلم من كثرة بكائه لأن ذكر الأموات بكى رسول الله ثم قال أولئك إخوانكم اسمعوني أولئك إخوانكم في الدين فصاروا ترابا رميما بعد السرور والنعيم الله أكبر فينادون بالويل والثبور على أنفسهم يقولوا يا ويلنا لو أنفقنا ما في أيدينا في طاعة لله ورضائه ما كنا نحتاج إليكم فيرجعون بحسرة وندامه الله أكبر هذا الميت ما يحص المولانا ثواب أجر يقول رسول الله فيرجعون بحسرة وندامه وينادون أسرعوا صدقة الأموات أسرعوا صدقة الأموات تصدقوا على أمواتكم الإنسان يتصدق قبل مماته قبل مماته يتصدق في سبيل الله ولله يتصدق لأن الصدقة هذه التي تنفعك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رجل غني عند بساتين أو عند زروع عند أثمار عند نخيل كتب بالوصية من مات ولم يوصي مات ميتة جاهلية كتب بالوصية يا رسول الله إن هذا النخيل بأجمعه إذا حان حصاده وثمره هذا وزع الثمر والتمر بأجمعه على الفقراء بثوابي عند نخل كثيرة مات الرجل لما مات أجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حان ثمر النخيل والتمر كان مسور بسور بحائط فتح هنا فتح باب هنا فتح باب كل خمس متار فتح لباب فتح أبواب وجعل الفقراء أهل المدينة جعل أهل المدينة أن يدخلوا إلى البستان قالهم كل ما تريدوا دلوا يأكلون هذا يكتع مولانا عثق وذاك يأخذ كذا وهذا يأخذ تمر وذاك يأخذ رطة أبواب إلى أن خل البستان كله كله خله كله راح تصدق رسول الله بهذا النخيل وبهذا الثمر في ثواب صاحبه كان يمشي النبي بالبستان فمر على رطبة حشف ننقله جافة يابسة تمر يابسة يقول أخذها رسول الله التفت إلى أصحابه قالهم يا أصحابي لو أن هذا الرجل تصدق بهذه التمر شوف تمر وحده لو أن هذا الرجل تصدق بهذه التمر في حياته كان أفضل له وأثوب له مما تصدق بهذا التمر بأجمعه بعد وفاته بعد حياته هذا كل ما يفيد يفيد بس ما يفيد بقدر ما أنت حي وتعمل اعمل اعمل لدنياك اعمل لدنياك وعمل لآخرتك الإنسان يخلي توازن بين الدنيا وبين الآخر الدنيا مزرعة الآخرة أضعاف مضاعفة تحسب لك مولانا العزيز هذا حبيبي فالأموات يحتاجون إلى الصدقة يحتاجون إلى الثواب الآن خلأ نقل لك بعد رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفس الكتاب جامع الأخبار يقول ما تصدقت لميت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما تصدقت لميت فيأخذها ملك في طبق من نور ساطع ضوءها يبلغ سبع سماوات ثم يقوم على شفير الخندق يعني على شفير القبر ثم يقوم على شفير الخندق فينادي السلام عليكم يا أهل القبور أهلكم أهدوا إليكم بهذه الهدية فيأخذها الميت ويدخل بها في قبره فتوسع عليه مضاجعه يعني القبر يشير واسع عليه بسبب هذه الصدقة فتوسع عليه مضاجعه ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا من عطف لميت بصدقة فلغوا عند الله من الآجر ويكون يوم القيامة في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظل العرش وأحيا ميتا هنيئا لميت يعني بقدر إلى الميت أنا ما أحصر شيء لا طبعا أنت تحصل أكثر من الميت أنا أعطي صدقاء الميت يحصل وأنا حصل أكثر من الميت فزيارة القبور وبالأخذ زيارة القبور قبور الأهل قبور الوالدين وذكروا الأموات يذكرهم دائما يذكر أمواته يذكر والديه بالذات لكي يكون بارا يقول الإمام الصادق عليه السلام الرجل يموت الرجل يموت أبواه وهو عاق لهما أمه وأبوه يموتون هو عاق لهما لكن بعد الممات يذكرهما يقضي عنهما دينهما صلاتهما صيامهما فيكون بارا لهما إذا صلى عنهم إذا صام عنهم إذا زار قبورهم مولانا إذا أدى الديون الواجبات اللي عليهم مولانا يكون بارا حتى له بعد الممات في حياته ما كان عاق لكن بعد الحياة إذا عمل هذه الأعمال يكون بارا لوالده مولانا هذا بالنسبة إلى زيارة القبور مولانا الأجر والمي الأجر يكون قسيم بين الميت وبين العامل أنا أقرأ لك ورواية ثلاثة إن شاء الله وأسألكم الدعاء يقول الإمام الصادق يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء يدخل عليه ويكتب أجره للذي يفعله وللميت هذه مو فقط مولانا فقط للميت هم للميت وهم الذي يفعل هذا العمل ورح مولانا اتهم تحصل ثواب بعد مولانا العزيز رواية أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الإمام من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف له أجره أي صار مضاعفا ونفع الله به الميت يعني أنت الذي تعمل وتفعل لهذا الميت أنت تحصل أضعاف مضاعف أكثر من الميت الميت هم يحصل مولانا وهذا حبيبي رواية ثانية أنا أعطيك زيان عن الإمام الصادق عليه السلام إذا تصدق الرجل بنية الميت أمر الله جبرايل أن يحمل إلى قبره سبعين ألف ملك في يد كل ملك طبق فيحملون إلى قبره ويقولون السلام عليك يا ولي الله هذه هدية فلان ابن فلان إليك فيتلألأ قبره وأعطاه الله ألف مدينة في الجنة وزوجه ألف حوراء وألبسه ألف حلة وقضى له ألف حاجة يعني ألف حاجة يستطيع حتى أن يشفع لأهله وأقاربه ويشفع لما يريد ولمن يريد واضح مولانا؟ فإذا هذا إذا تصدق الرجل بنية الميت بالإضافة هو يحص الأجر الميت سبعين ألف ملك من الملائكة يدخلون عليها وبيدهم أطباق من النور أطباق من النور يمتلع القبر نور يتوسع القبر مولانا ترفع عنه الوحشة زين ويمطي ألف مدينة في الجنة ويزوجه ألف حور العين مولانا إلى آخر إذن هذه أعمال تفيد الإنسان في عالم البرزخ وأكثر ما يفيد الإنسان في عالم البرزخ الولد الصالح الولد الصالح ريحان من رياحين الجنة الولد الصالح يفيد الإنسان في قبره عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه عيسى بن مريم يقول مررت على مقبرة رأى على المقبرة سواد شاف تراب القبر أسود أشار إلى القبر قال قم بإذن الله الذي يحي العظام وهي رميم قام الميت من قبره وقبره يشتعل نارا لهيم جحيم عذاب في عذاب في جحيم في نار في حميم قل له أخسع فيها أرجع رجع الميت إلى قبره يعذب يقول مرت سنة قابل بعد قابل بعد قابل يعني بعد سنة بعد قابل عيسى بن مريم عليه السلام مر على نفس القبر شاف السواد التي على القبر مرفوعة ما موجودة قال قم بإذن الله الذي يحي العظام وهي رميم نفس القبر قام الميت من قبره ووجهه يتلألأ نورا ولم يكن في قبره أثر من آثار العذاب قال أنا في السنة الماضية مررت عليك رأيتك في عذاب وجحيم والآن أنت في نعيم عذاب ما موجود ما الدليل قال يا نبي الله إن الله قد رزقني في حياتي ولدا صالحا وقد أدى من الواجبات ما أدى هذا عمل أعمال الله رفع عني العذاب ماذا عمل قال أصلح طريقا طريق الناس خربان أصلحه وآوى يتيما فترحمت الناس علي بسبب ولدي الله رفع العذاب مني بسبب ولدي الصالح ورحمت الناس علي بسبب ولدي الصالح إن شاء الله نوافيكم في الحلقة الآتية إن شاء الله بكلام مفصل أكثر عن عالم البرزخ إن شاء الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر